مرحبا بكم اليوم سنجربه مع بعضنا وصفة البسبوسة المصرية خديتها من عند قناتنا وخليلكم الرابط متاحا في صندوق الوصف عملت حسب التقريب 90% كيف هي خديت كاس غيربوع حليب حليب عادي من فرجيدير كاس كامل السكر ومعه فني كاس غيربوع زيت زيت نباتي عادي و 4 مغارف و 3 مغارفة كبار غلوكوز و شحور انا عندي شحور عاقد وعندي غلوكوز حتيت شحور ورشة ملح وروح اللوز انا زيته من عندي قلت بلكش تجينيشيا كما انا نحبه وكما فيه مخي انا اخذت اول حاجة كسارونا حتيت فيها المكونات حتيت السكر حتيت معه الفني حتيت معه الزيت حتيت الاسم حتيت اكل عسل و شحور و غلوكوز ورشة الملح مغارفتين مريطة حتيت بخاتت برشة وكاس غيربوع الحليب ونزيد الروح اللوز ونقرق طوفة الروح الروزات ونزيد حتيت على الجاز وفق لديهم ونجد من ح Sergeant حتيت بعض قصد نضيف الشعور وضع السكر ونكمل به كل شي بيده نفس الكيلة وضع الماء وبركة وثنين وضع عصرة قارس وغارفة متعميك لقارس ولوز كي العادة ونحطهم على الغاز يغليه المدة 10 دقائق على نار متوسطة مش نار قوية 10 دقائق انو نطفي عليه ويضع سميد المتوسط ووو بش نكيل بنفس الكيس ثلاثة كيسين ثلاثة سميدة اتضحة زبدة ثلاثة فولة ثلاثة سميدة ثلاثة سميدة فلاثة فولة لنفرق يحرق يحرق لا نحب نعرجه نحب خطره أنا عندي صبق سميد ناخذ بالخمسة كيلو شكاره وتقعد لبرشة في القارج ونطلحها وناخذ منها شوية ومنش دي ما نستعمله ويقعد في الحكة هاكينا عملت العمل يديك كهو حتيته في الشقيلة وطاو بديت نصب عليك الخليط اللي عملناه من الأول مش الشحوره الخليط اللي عملناه من الأول نصبه على ثلاثة مراحل ونخلط حتى اللي نكمل الكمية الفورم يسخن على ميتين درجة هو دجاء يسخن وانا حتيت فيها كسميدة قبيلة بش تبخر شوية من السوائل ونكمل الكمية الثالثة تالمان جربت برشة وصفات متاع الهريسة الحلوة والباسبوسة بالحق يختلفوا يختلفوا تماماً والطول لو صلت لقيت الباسبوسة متاعنا التونسية الحرة وانا تحطب فيديوهات واحدة اسمها كوزين ألف فيديوهات يقدوم نسيتهم الجملة نسيتهم الجملة بالحق حسيت لي فهمة ديزاستوس نسيتهم أصلاً نسيتهم بإذن الله نعودهم ونصلح فيهم شوية طوا صي كمالت خلطوا ناخد طباق متاعي وندهنوا بالسمنن عندي وإلا زبدة وإلا زيت اي حاجة مش متخليش يلسق والاطراف الكل هو يقول لك ماذا بيك في طبقة الاليمينيوم حكاية ما يكونش البيريكس البلار ولو ويني نتفكر قبل الجرابت في البيريكس وجيسة المهم مش معبي أكثر من لازم وطوا نحلو ونوزع بالتساوي هوني السر متاع السكر اللي حطيناه وغليناه وحطيناه مع السميد انو يولي وك الشحور انو ما يخليش السميد يلسق في بعضه يقعد مبثبث من بعدك يصبه الشحور تبدأ كل كعبة وحدها ويهبط الشحور عليها والحرفة الكلها يرايف الشحور الشحور متاعك إذا جاي عاقد برشة غير فاشلة الوصفة متاعك ما تخليش الشحور يكون عاقد الشحور قد ما يكون طريقة البسبوثة خفيفة قد مايكو خاطر تزيد ما هي سخونة وفما عنا عصال دجا وسكر ومنعفش شنوه بشي زيد يخدم معنى من بعد ويطيب بشي تعسل بشي يثقال ايه سمحتو كي ما تراول هني استويتو وحطيتو فلفور حتيش للي لونو تبدل هكا تحبوه فاتح تنجمو تخرجوه فاتح تحبوه هكا هما يقولك البسبوثة المكرملة فما الفاتحة وفما الغامقة انتي وش تحب النكهة لحقيقة هكا تنحات نكهة اللوز جملة كالروزاتة اللي حطيتها طعم كين مطعم كراميل فما مطعم هكا كراميلي زي وكلو مطعم سكر وشحور ولهني هاوكا تراو من اللي كي بده شحور ناجح والبسبوثة ناجحة يبده طوم ما تصب الشحور يشرب بالوقت لهني حسيت هالكميه كاكثر من لازم على السميت دجاء خرشت منه برشة من بعض شحور حسيتو صبيت هالكله انا تبعت الفيديو الحقيقة وصبيت هالكل الكميه هاوكا بديت بشوية بشوية لهني نحس فيه معاتش قابل يشرب وحل غادي واللي تصبيتو عليها وخليتو سعتين من زمان ورجعت لقيتو اهوكا شرب وتبدأ طريه من فوق لحقيقة حسيت الشحور عقد دي الموعاقد ولا كي كل هكا يتلصق اما من داخل قاعدة طريه خاتر مزال ديفيا كوميت تسمى والدنيا بير دا اللي يعمل لك ذليلة هكا من فوق هاوكا تكستور متاحه بش تطلع لك انتي وطقس ولا السخانة والبرودة متاع الكوجينة مش كيما في الصيف مش كيما في الشتي لهني هاوكا جيت نقص فيها بسبب السياسة بدأت فتفت تطلع علي هكا كما فوقي اخي وليت تنزل كما ترى وكما ترى بسكينة ونبعد نشبت جودة واحدة مع بعضه اي كنت تنشوني مستويه اما لوكان كان هاوكا لقيت اسكينة وحبطها وكي ترى كيف حدث معها كان مائلا طلع معها السميت من يحس فيها ثقيلة يعني افضلو حسيت برشة برشة شحور وخرجت من برشة كما قلت لكم برشة شحور هذه هي كعبة لتشبه البسبوسة ونضوقها ونشوفها كيف يبدو خارج طواء الشحور تقتر ومن بعد كما قلتوكم مرخيج جراه هذه القشرة التي عملتها من فوق وهي تكستورة طيارة مرملة و هكا كما يقولون وهي ليس كما الهريسة الحلوة التونسية و الهريسة اللوز التونسية قلب اللوز تشبه قلب اللوز تشبه المطعم التي جربتها تشبه البسبوسة المصروية اما الهريسة الحلوة التونسية حاجة اخرى وهو قاعدنا نضوق فيها حسين الوين ومل وقاعدين نأخذ في فكرة ونعطي في راي ونحبوا ليفهموها مطعم كما قلتوكم الكراميل هو اللي طاغي اكثر هكا الشي اسموه السميد كراميليزي اعطاه مطعم كراميليزي يعني اكثر من لازم منظرها مزيين منظرها مزيين وطعمها بنين بالحق بنينة مش خايبة اما قوية للي محبوش السكر مش مش تساعدهم انا واحدة من ناس قاعد نستقطر فيها معنى بالسكر حتى انت يا ملا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة